شيء اخر ندركوا انه ما كانش انتقام شخصي انه اهم شيء ندرك انه حتى شعب الله اليهود في العهد القديم لما اخطأوا وارتكبوا نفس خطايا الشعوب حتى في ايام منسة يعني خلاص الرب امر على ابادة يهودة يعني مملكة اسرائيل خلاص راحت في السبية الاشوري 722 قبل الميلاد جاء يوشية كان ملك صالح بس الرب امر خلاص في القضاء فارسل انبياء مثل ارمية يحذر وينذر مع انه يعني عمل اصلاحات بعد مواجهة سفر الشريعة عمل اصلاحات حلوة الرب ارسل نبي اسمه خلدة وفعلا قالت لك كل هذا الشيء رح يتم بس مش في ايامك بعد ما تموت وفعلا ابتدى في ايام يهو يقيم يهو يكين قبل السبي في اخر ملك اللي هو صدقية اخيرا جاء نبو خد نصر وفعلا دمر الارض قضاء الهي عارفين السبب؟ لانه الارض تنجست بدم الابرياء عارفين الشرق الاوسط مليان ارهاب مليان قتل ومكتوب انه الارض لما بتتنجس تأتي اللعنة على الارض مشان هيك في ايام الاسترداد ايام الافتقاد ايام الفرج لكنيسة محتاجة تصلي في هذه الايام فالرب عاقب شعب اسرائيل اضعاف عن اي عقاب لأي شعب اخر لانه نقول الرب مخاوز انه عنده اشي شخصي ضد شخص اخر فكان العقاب شديد وهذا اندل على شيء بدل على طبيعة الله الغير متغيرة الله الذي ينبغي ان يعاقب على الخطيئة لانه اجرة الخطيئة هي موت اشتركوا في القناة